رفعوا سعر صرف السحبات من 15 ألف ليرة إلى 85 ألفاً وتوحيدوا سعر الصرف عنوانان يشغلان الشارع اللبناني وخصوصاً المدعين لمعرفة مصير ودائعهم بعد استلام منصوري الحاكمية ممكن توحيد سعر الصرف كمرحلة أولى عننا نحن اليوم سعر صرف منصة صيرفة والسوق السوداء ممكن توحيد هيدول السعرين مع الانتقال على بلومبرج يكون وحدنا بلومبرج مع السوق السوداء بضالة لعنا الـ 15 ألف اللي هلأ عم نحكي عنها هيده الـ 15 ألف حقيقةً بتشتغل ككابتال كنترول إذا البرلمان اللبناني بيقر قانون كابتال كنترول بيصير فينا نوحي جميع أسعار الصرف بحسب ما نقل عن منصوري في اجتماعه مع ممثلي جمعيات المدعين فأن السعر الـ 15 ألف ليرة للدولار سيلغى بعد إقرار موازنة 2024 في مجلس النواب إذ إنها تعتمد سعرين للدولار سعر الصرف اللي على أساسه الحكومة اللبنانية عم تجبيت ضرائب تبعها الضرائب على السلع المقومة بالدولار مثل الدولار الجمروكي مثلا في سعر صرف تاني معمول خصوصي للدولار الأديم المقيد بالمصارف عم بيقولوا للتجار أنه فيكن أنتوا تدفعوا ضرائبكن بالدولار الأديم ولكن قيمته بتكون 40% من قيمته الحقيقية يعني كأنهم عم بيقولوا سعر صرف 34-35 ألف إذا الشيء منطقي أكتر أنه يحطوا سعر الصرف تبع السحبات على هيدا على 34-35 ألف بس برضو هيدا الشيء ممكن يخلق ضغوطات تضخمية على سعر صرف الليرة إذا هيدا الشيء سوف يمول عن طريق تباعة الليرة وبالتالي فإن إقرار موازنة 2024 لن يكون حاسما لجهة سعر الدولار المعتمد لدى المصارف ومن المستبعد أن تتخذ خطوة رفع سعر صرف السحبات لسبب بسيط وهو أن المصارف لا تملك الليرات وأن اتجاه مصرف لبنان لتباعة الليرة سيفقم التضخم